بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم وما تنسوناش عايزين نوصل للمليون ان شاء الله ما تنسوناش مشير واللايك ان شاء الله عايزين بانورامة زراعية تغطي كل العالم مش الوطن العربي بس والنهارنا نتكلم عن موجة الرياح المحملة بالرمال والاتربة اللي جات لنا خلال اليومين اللي فاته دول وطبعا الحمد لله على قضاء ربنا كله خير يوم الخميس قبل الظهر كانت الامور كويسة جدا والزرع ده حرفيا كان غير كان غير الوضع اللي انت شايفه ده فطبعا جات طبعا الرياح من يوم الخميس بعد الظهر حتى الجمعة شايف قدامك الوضع عامل ازاي طبعا الرياح غطت الاوراق فيه طبعا الحواف حصل لها مشاكل كتير حروق وكلام من ده كلته شايف الطرار عامل ازاي يعني النبات ده كان قبل كده كان غير كده خالص تمام اولا ايه هي اضرار الرياح المحملة بالرمال والاتربة اولا احنا قلنا الاوراق نفسها جماعة اي منطقة في النبات وخصوصا الاوراق يعني هي مصنع الغزاء وان فيه تبادل غازي وفيه بخر بيطلع من النبات عن طريق الصغور اللي موجودة في الوراق فيه تبادل غازي بيطلع ما بين النبات وبين الغلاف الخارجي او الجو يعني فيه اشياء كتير بتحصل يعني تمام فيه عمليات حيوية كتير بتحصل ما بين النبات وبين الغلاف الجوي اللي احنا عايشين فيه على رأسها طبعا عملية البناء الضوئي تمام عملية البناء الضوئي اللي هي اساس تكوين الطاقة في النبا واللي لو لعملية البناء الضوئي اساسا مش هتشوف شيء اخضر في الطبيعة اطلاقا تمام طيب لما بتيجي الرياح وبتعمل تغطية لسطح الورقة وبتعمل انسداد للصغور اللي موجودة في الورقة تمام فاكيد دي حاجة مش كويسة هتقل من العمليات الحيوية بتاعت النبات هتقل منها وتقل منها كتير كمان تمام هتعمل اعاقة لعملية التنفس اعاقة لعملية البخ هتعمل اعاقة لعملية البناء الضوئي وبالتالي ده كل ده بنعكس بالسلب على النباتات تمام مش كده بس لا فيه اللي اخطر من كده حضرتك اه في حاجات اه يعني يمكن انت متشوفاش بالعين مجردة ولا انا ولكن ده علم يا جماعة ان الرياح المحملة بالرمال والاتربة لما بتيجي الرمال تمام بتعمل خدوش ميكانيكية في الاوراق خدوش يعني جروح يا جماعة تمام يعني انت اللي بصيت في ايديك حضرتك هتلاقي ايدك طبيعية خالص تمام ولكن لو جبت عدسة مكبرة هتلاقي ايدك دي فيها رسومات وفيها صغور وفيها شعيرات فيها كل شيء هكذا ورقة النبات لو انت حطيتها كده هتلاقي فيها اه كل الحاجات دي تمام لما بتقوم الهواء انت بتشوف ان الوراق يا اما الميتة والوراق اللي عايشة عايشة وخلاص لا الوراق مش عايشة وخلاص الوراق دي فيها صغور او فيها مشاكل كتير حصلت نتيجة احتكاكها بالرمال اللي كانت حاملها الرياح لان الرياح حامل الرمال طيب الرمال محمولة طب لما بتسقط بتسقط عاكيد على الوراق فبتعمل لها مشاكل بتعمل الخدوش الخدوش دي خطورتها في يا جماعة خطورتها في انه بتخلك من خلالها الامراض وعلى رأسها الفطريات والبكتيريا البكتيريا يمكن مش مهمة او في قصة البطاطس ولكن الفطريات مهمة عندنا جدا واول حاجة بتحصل ان النادوة المبكرة بالذات تمام ندوة المبكرة بالذات يعني مجرد بعد النوبات دي بيحصل اصابة بالنادوة المبكرة فعشان كده لازم ترش فوريا تمام طيب يا طرق ايه اللي ممكن نعمله بعد الوضع اللي احنا شوفنا ده اولا فكر الوضع اللي احنا شوفنا ده لو نزل ندى تلات اربعة يام وراء بعض بتلاقي الامور بقت كويسة تمام ولكن الكلام ده بره هيعمل لي مشاكل المشاكل ده هتكون في ايه هتكون اه اه الورقة غسرت او شكلها راجع تاني تمام ولكن في اه احتمال يكون فيه مش احتمال ده مية في المية هيكون فيه بوادر امراض على رأس البوادر الامراض دي طبعا الكلام ده على فكرة جماعة بس قبل ما اقول الكلام ده المختص بيه مش بتاعه الري بالرش تمام وان كان برده بتاع الرش هيتضرر لو عنده بيفوت مثلا المحور بتاع البيفوت تمام هيتأثر بالموجات دي تمام وممكن يبدأ له المرض منه تمام او اللي هو برش رش سابت برده هيحصل له برده شوية مشاكل تمام ليه لا هو اول ما هيشغل هيغسل النبات بتاعه ولكن برده هيحصل له شوية مشاكل تمام قد تصل ليه الامراض ده هي تمام طيب اا اول الامراض اللي ممكن تحصل ايه ومشاكلها ايه اول حاجة اا بالاضافة ليه الامراض الفطرية هيصيبني العنكبوت الاحمر والعنكبوت طبعا العنكبوت والرمال والاتربة مع درجة الحرارة مع شدة الاضاءة كل دول اساسا جروب كده على بعضه بيشتغلوا مع بعضهم طالما فيه تراب على النبات تمام لان النبات ده انا مش هقدر اغسله تمام مش هغسله في مرة واحدة لا ده انا باغسله اكتر من مرة تمام طيب اغسله بايه اغسله آآ بي المبيدات يا جماعة حاجات مطهرة وتكون رخيصة لان الموضوع حيطول معاك يعني انا في الوضع ده ما اقدرش مسلا اقول لك آآ هاتلي انفينيتو ما ينفعش كلام ده كلام مجاني تمام او اقول لك انه بهاتلي آآ آآ اكواجي لا هي بقى لازم اجيب كبريت اجيب نحاس حاجات من اللي هي الرخيصة دي تمام واعد ارش مرتين لحد الدنيا ما تبقى كويس تمام حتى على اقل اول رشة بالذات وتاني رشة علشان اغسل اللي موجود على النبات ده هو اول رشة وتاني رشة يعني ممكن آآ حتى لو فيه صبون لو فيه صبون بس نوعية كويسة على فكرة مش الصبون التعباني يعني تمام لو فيه الصبون الفري او كده دي نوعية كويسة ممكن نرش بقى ونغسل بها كمان ممكن نغسل بالكبريت لو كبريت ميكروني آآ طبعا رخيص نغسل بيه مرة واتنين تمام وبعد كده نبدأ نرش رشة وقائية مثلا عندي آآ حاجات فطرية بس تكون يعني وقائية بس تكون اي يعني كويسة زي الريفوس كده مثلا اي اي مبيد بس يكون اي كويس يعني بالنسبة للندوات يعني تمام نتكلمنا عن مبيد اللي احنا تكلمنا عليه المرة اللي فاتت ممكن بعد رشة ولا رشتين مرة بالكبريت ومرة بالنحاس علشان تغسل الورقة دي وتصبح او ترجع تاني آآ لحالتها الطبيعية ان هي تمارس العمليات الحيوية بتاعتها زي ما ما كانت بالظبط تمام آآ ما تنساش طبعا ان الندبات ما يعتاش في الفترة دي بالذات يعني ما تدخرش يعني هو عليه عبء اساسا من فوق يعني هو عليه اساسا عبء من فوق فما تدخلش انت عليه العطش آآ عبء كمان آآ يعني من نوعية اللي بحب اوقف التسميت في الايام اللي هي بيبقى في مشاكل دي تمام لان النبات اساسا حالته مش طبعي واحنا عارفين النبات اساسا مرتبط ببعضه سواء المجموعة الجزري او المجموعة الخضرية تمام فانوقف التسميت في وقت اللي بتيبقى فيه الازمة ده هي لمدة تلاتة اربعة خمسة ايام حد النبات ما يبدأ يستعيد العافية بتاعته طبعا حدا يقول للعالم الحمراء دي العالم الحمراء دي المفروض اي مهند الزراعة وهو ماشي اساسيا يبقى مع العالم دي طب هتقول لي هي فيديتها ايه الفيديتها برينس انك انت لو عندك مرض مثلا بتحط بتغضي عندك مشكلة في اي حتة في الارضة وانت ماشي بتحطها عشان تفتكرها او عشان ما تنسهاش يعني تمام تبقى على فكرة جميلة جدا يا جماعة على الحكاية دي اه كان زمان لما بعلمونا كان انا اشتغل في الانفاء في شركة دمستيري دي ونوسيين كنا اه الشباب اللي كانوا معنا اه العفن الابيض كان يربط على الانفاء كده حتة اه كيس ابيض اه كيس ابيض فبنعرف ان المنطقة دي يتفيها ايه فيها اه او الله ده كان بيحصل اه كان فيها اه عفن ابيض تمام طبعا بصيب اللي كان تلوب كتير لو فيه مكان موبوء بالمن كانوا بنحط اه حتة بقعة سودة معروف ان فيها من لو العنكبو طلع احمر كنا بنحن نجيب كيس النطرات وبنربط بره على السلك اللي هو بتاع الانفاء فبيتعرف فمدير وغفير ومهندس وعامل وفورمر كل حاجة اول ما بينزل الارض ببص كده بيبقى عارف لاني دي اشارات اساسا كنا متفقين عليها يعني فدايما بيكون معنا الاعلام دي عشان نعلم بها لو فيه مشكلة ما بنعلم بها يعني اه ده كل اللي ممكن نقوله فيه قصة العنكبوت الاحمر امنع التسميت في الايام دي اه زيد الري شوية تمام وبعد كده يا ريت حضرتك اه تغسل بيه الكبريت مرة واثنين او مرة كبريت ومرة نحاس وبعد كده تجيب مبيت قوي كوقائي تبدأ تشتغل بيه ان شاء الله الامور بتاعتك اه تبقى كويسة والنبات هيرجع ان شاء الله ما فيش اي مشكل خاص والمفروض احنا كزرائيين الحاجة دي واردة علينا اه بتختلف من مكان لمكان وفيه مكان بيبقى فيه الموضوع الشديد شوية وفيه اماكن بيبقى فيها الموضوع السهل شوية فنبقى واخدين بس بالنا من القصة دهية والامور كلها عادة بتعدي وان شاء الله الامور ترجع زي ما كانت تاني شكرا لحضرتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته